موسيقى نشرة الأخبار الرئيسية من قناة السعودية محييكم أنا عمر النشوان وتحية لكم مني أنا ويعمل دخيل ومن زمينا في ترجمة الضغة الإشارة الزميل قدر العنزي والبداية بالعنوين خادم الحرمين الشريفين وسبو ولي العهد يعزيان الرئيس الإندونيسي في ضحايا الزلزال والسنامي الذي ضرب مدينة بان المملكة تؤكد في كلمتها أمام الأمم المتحدة أنها تقف على إرث عظيم من الثوابت التي ترتكز عليها سياستها الخارجية موسيقى مصرع قيادات حوثية في مواجهة مع الجيش اليمني في محافظتي الحديدة ومأرن موسيقى بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود درقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية اندونيسيا إثر الزلزال والسنامي الذي ضرب مدينة بالو في جمهورية اندونيسيا وما نتج عنه من وفيات وإصابات وقال الملك المفدى علمنا بنبأ الزلزال والسنامي الذي ضرب مدينة بالو في جمهورية اندونيسيا وما نتج عنه من وفيات وإصابات وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولجمهورية وشعب اندونيسيا باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وبإسمنا أحر التعازي وأصدق المواسات راجين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمنى على المصابين بالشفاء العاجل ويحفظكم وشعب جمهورية اندونيسيا الشقيق من كل سوء ومكروه إنه سميع مجيب كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ببرقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية اندونيسيا إثر الزلزال والسنامي الذي ضرب مدينة بالو في جمهورية اندونيسيا وما نتج عنه من وفيات وإصابات وقال سمو ولي العهد بلغني نبأ الزلزال والسنامي الذي ضرب مدينة بالو في جمهورية اندونيسيا وما نتج عنه من وفيات وإصابات وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة سائلنا الله تعالى الرحمة للمتوفين والشفاء العاجل لجميع المصابين إنه سميع مجيب أكدت المملكة أنها تقف على إرث عظيم من المبادئ والثوابت التي ترتكز عليها سياستها الخارجية وعلى رأسها الاتجاه الدائم نحو الحلول السلمية للنزاعات جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير في الأمم المتحدة بنيويورك وذلك أكد فيها أن سيادة المملكة خط أحمر وأن المملكة لا تقبل التدخل في شؤونها تقف المملكة العربية السعودية على إرث عظيم من المبادئ والثوابت التي ترتكز عليها سياستها الخارجية وعلى رأسها الاتجاه الدائم نحو الحلول السلمية للنزاعات ومنع تفاقمها واعتماد جهود الوساطة التي تشاركها سمو الهدف وسلامة المقصد كبغ الشارع وزير الخارجية عادل الجبير إلى أن ممارسات قطر جعلت مقاطعتها خيارا لا مفر منه مؤكدا أن مقاطعتها جزء من جهود المملكة وحلفائها لمكافحة الإرهاب في ظل جهودنا الحازمة والمستمرة لمكافحة الإرهاب قامت بلادي ومعها دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بمقاطعة دولة قطر فلا يمكن لدولة تدعم الإرهاب وتحتضن المتطرفين وتنشر خطاب الكراهية عبر إعلامها ولم تنتزم بتعهداتها التي وقعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013 واتفاق الرياض التكميلي عام 2014 أن تستمر في نهجها قطر تمادت في ممارساتها وهو ما جعل من مقاطعتها خيارا لا مفر منه وأوضح وزير الخارجية أن إيران تواصل أنشطتها الإرهابية وسلوكها العدواني معلنا دعم المملكة للإستراتيجية الأمريكية الجديدة للتعامل مع طهران تواصل إيران أنشطتها الإرهابية وسلوكها العدواني وتعرف المملكة عن دعمها للإستراتيجية الأمريكية الجديدة للتعامل مع إيران بما في ذلك التعامل مع برنامجها النووي وبرنامج الصوريخ البلستية ودعمها للإرهاب إن المملكة عربية السعودية تؤمن أن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط يتطلب ردع إيران عن سياستها التوسعية والتخريبية لقد قامت إيران بتشكيل الميليشيات الإرهابية المسلحة وتزويدها بالصواريخ البلستية واغتيال الدبلوماسيين والاعتداء على البعثات الدبلوماسية فضلاً عن إثارة الفتن الطائفية وتدخلها في شؤون دول المنطقة إن هذا السلوك العدواني يشكل انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن الأمر الذي جعل إيران تحت طائلة العقوبات الدولية وعلى صعيد آخر استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل جبير في نيويورك رئيس الهيئة التفاوضية للمعارضة السورية الدكتور نصر الحريري وجرى خلال الاستقبال بحث المستجدات على الساحة السورية وسبل تحقيق تطلعات الشعب السوري أكدت المملكة العربية السعودية مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة الإسلامية والعربية وعلى الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف وعلى حق دولة فلسطين في السيادة على كل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 67 بما فيها القدس الشريف جاء ذلك في كلمة المملكة ألقاها معالي المندوب الدائم لبعثة المملكة في الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي أمام اجتماع منظمة التعاون الإسلامي أمس وأضاف المعلمي أن المملكة تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتنفيذ القرارات الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعا معالي السفير المعلمي باسم المملكة دول العالم إلى الامتناع عن احتضان الإلحاب أو توفير الملاذ الآمن للإرهابيين وأكد المندوب الدائم لبعثة المملكة في الأمم المتحدة أن النظام الإيراني لا يزال يقدم الدعم لميليشياته وعملائه في منطقة الشرق الأوسط كحزب الله الإرهابي وميليشيات الحوثي الإنقلابية في اليمن ضاربا بعرض الحائط القرارات الدولية وحول الأوضاع في سوريا أشار المعلمي أن المملكة تدعم كل الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة السورية وإيجاد حل سياسي وفقا للقرارات الدولية وفي الملف اليمني أشار المعلمي أن المملكة قدمت مساعدات للجمهورية اليمنية الشقيقة بمبلغ يفوق 13 مليار دولار في مختلف المجالات بالمقابل تعرضت المملكة إلى ما يقارب المائتي صاروخ أطلقت من قبل الميليشيات الإنقلابية على مناطق آهلة بالسكان وأعرب المندوب الدائم لبعثة المملكة في الأمم المتحدة عن إدانة المملكة الشديدة لما يتعرض له المسلمون في ميانمار من الانتهاكات والممارسات ضدهم أقامت سفارة خادم الحربين الشريفين لدى مملكة الدينمارك وجمهورية لتوانيا حفل استقبال في كوبينهاجن بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة بحضور عدد كبير من المسؤولين والبرلمانيين والبرلمانيين الدينماركيين والسفراء المعتمدين في كوبينهاجن المزيد في التقرير التالي أقام سفير خادم الحربين الشريفين لدى مملكة الدينمارك وجمهورية لتوانيا فهد بن معيوف ليروالي حفل استقبال في كوبينهاجن بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة وقد حضر الحفل عدد كبير من المسؤولين والبرلمانيين الدينماركيين والسفراء المعتمدين في كوبينهاجن وممثلي المنظمات والهيئات غير الحكومية وكبرى الشركات والشخصيات الإعلامية والثقافية إضافة لعدد من المبتعثين والمتدربين السعوديين وقد ألقى السفير ليروالي كلمة رحب فيها بالحضور وتطرق إلى ذكرى اليوم الوطني السعودي الخالدة في قلب كل مواطن ومواطنة مسترجعا مسيرة التوحيد وتحقيق الاستقرار والتنمية في عهد المغفور له المؤسس الملك عبد العزيز مرورا بأبنائه البررة من بعده ووصولا إلى قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حافظهم الله والذين تستمر في عهدهم الميمون مسيرة الخير وتعزيز الوحدة الوطنية والأمن والتنمية وتزداد رسوخا حيث تبنت المملكة استراتيجيتها المستقبلية بعنوان رؤية 2030 والتي تسعى لتقلص الاعتماد على البترول وتطوير الموارد الاقتصادية المستدامة ودعم التنمية الاجتماعية وبناء المجتمع المعرفي وتعزيز أطر التعاون البناء مع بقية دول العالم لما فيه خير شعوبها مستشهدا بما أورده آخر تقرير للأمم المتحدة حول التنمية البشرية في العالم للعام 2017 والذي صنف المملكة في القائمة الأولى للتقرير وهي قائمة الدول ذات التنمية البشرية العالية جدا كما تطرق السفير لارويلي إلى العلاقات السعودية الدنماركية مؤكدا أنها علاقات راسخة وممتازة وتتطور باستمرار في المجالات السياسية والاقتصادية والشعبية ولما فيه خير ومصلحة البلدين وشعبيهم الصديقين وقد واكب الحفل معرض صور لعدد من المواقع الأثرية في المملكة التي صنفت مؤخرا من قبل منظمة اليونسكو كتراث عالمية إضافة لمعرض لبعض التحف والأدوات التراثية في المملكة وبعض المأكولات الشعبية كما أقامت سفارة خادم الحرمين الشريفين بفنلندا حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الثامن وثمانين للمملكة وذلك في العاصمة الفنلندية هلسينكي بحضور عدد من المسؤولين وقد ألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فنلندا الدكتور فيصل غلام كلمة بهذه المناسبة أشار فيها للدور المحوري الذي تلعبه المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي كما تطرق سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فنلندا إلى العلاقات الثنائية بين البلدين مشيرا إلى أن العام القادم سيشهد الذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية بين المملكة وفنلندا أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السبراني مبادرة التدريب في الأمن السبراني التي تستهدف تدريب ثمانمائة متخصص في مجال الأمن السبراني خلال العام الأول وتهدف المبادرة إلى رفع كفاءة الموظفين الحكوميين العاملين في مجال الأمن السبراني إضافة إلى تهيئة طلبة الجامعات حديثية التخرج في التخصصات للوظائف ذات العلاقة وسيتم تقديم هذه الدورات التدريبية من خلال شركات عالمية متخصصة في هذا المجال وتحت إشراف الهيئة وسيتم اختيار المتدربين من الجنسين بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجامعات بناء على نتائج اختبارات التقييم والجاهزية وسيكون التدريب في مدن الرياض وجدة والدم نشرتنا مستمرة فيها بعض الفاصل بنجلاديش تتهم ميانمار بارتكابه جرائم حرب ضد الروهينغا حياكم الله مجددا في الملف اليمني قتل عدد من القيادات الحوثية في مواجهات مع الجيش اليمني في محافظتي الحديدة ومأرب وجبهة الملاحيط بصعدة في الوقت الذي تمكنت فيه القوات الشرعية من انتزاع اكثر من اربعمائة لغم ارضي وعبوة ناسفة كانت عناصر الحوثي قد زرعتها في مديرية باقم شمالي صعدة المزيد في التقرير التالي هجوم مباغة للجيش الوطني اليمني استهدف ثقنات عسكرية غرب مديرية حيث بمحافظة الحديدة تمكن من خلاله سيطرة على عدد من المواقع العسكرية هناك واقتنام اسلحة متوسطة وخفيفة تابعة للانقلابيين الحوثيين العملية العسكرية شنت بالتنسيق مع قوات التحالف العربي اذ اسفرت عن مقتل قيادي ميداني حوثي ولقي عدد من مرافقيه مصرعهم علاوة على تمشيط عدد من المزارع والمناطق كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية في غرب مديرية حيث الوية العمالقة التابعة للجيش اليمني اصدرت بيانا اكدت فيه ان الميليشيا الحوثية تدفع بالعشرات من عناصرها في محاولة منها لفتح الطريق الرابط بين صنعة والحديدة في المنطقة السادسة عشر شرق الحديدة والذي تمكن الجيش الوطني من قطعه والسيطرة عليه في عملية عسكرية اطلقتها مطلع سبتمبر الجاري خسائر الميليشيات الحوثية لم تتوقف حيث قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران واصيب اخرون بين ايران الجيش اليمني في منطقة الحلوب مديرية المصلوب التابعة للجوف اليمنية في حين قتل واصيب ثلاثة عشر من عناصر الانقلابيين في مواجهات مع قوات الجيش في مديرية صرواه غربي محافظة مأرب شرقي البلاد محور علب محافظة الصعدة تمكنت القوات الشرعية من انتزاع اكثر من اربعمائة لغم ارضي مع بوة ناسفة كانت عناصر الحوثي قد زرعتها في مديرية باقم شمالي المحافظة وتعمد ميليشيات الحوثي الانقلابية الى زراعة الالغام الرألطية والعبوات الناسفة في محاولة يائسة منها لاعاقة تقدم قوات الجيش الوطني الا ان تلك الالغام والعبوات تسببت في سقوط مئات من الضحايا في صفوف المدنيين وسياسيا اعلنت الحكومة اليمنية رفضها للفقرة الثانية عشر من القرار الهولندي الخاص بتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان وقالت الحكومة في بيان لها انها لن تتعاون مع فريق الخبراء من منطلق حقها كدولة عضو في الامم المتحدة بعدم المساس والتدخل بشؤونها الداخلية واضاف البيان ان اليات العمل في مجلس حقوق الانسان تنطلق من احترام قرارات الدول الاعضاء التي يحاول القرار الهولندي المساس بها بتسييس واضح لعمل مجلس حقوق الانسان ونبه بيان الحكومة اليمنية الى ان التمديد لفريق الخبراء ورغم تجاوزاته سيؤثر سلبا على الاليات الوطنية وتحقيق العدالة أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم ان فلسطين رفعت دعوة قضائية ضد الولايات المتحدة الامريكية امام محكمة العدل الدولية لانتهاكها القانون الدولي ونقل سفارتها الى القدس في غضون ذلك شيع الاف الفلسطينيين جثمين سبعة فلسطينيين استشهدوا في جمعة انتفاضة الاقصى التي دعت اليها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار عند الحدود الشرقية لقطاع غزة وانطلقت مواكب التشريع بعد صلاة الظهر من محافظات عدة بغزة وسط غضب عارم منددين بالجرائم الاسرائيلية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وحق المشاركين في مسيرات العودة السلمية مطالبين بضرورة الرد على جرائم الاحتلال قال وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو ان بلاده تحمل ايران مسؤولية اي ضرر يلحق بالامريكيين او مقارها الدبلوماسية في العراق او اي مكان اخر من قبل القوات الايرانية او الوكلاء التابعين لها واكد بومبيو ان بلاده سترد بسرعة وبشكل مناسب على اي هجمات من قبل النظام الايراني وميليشياته وكانت واشنطن قد اغلقت قنصليتها في البصرة لأسباب امنية بعد احتجاجات دموية شهدتها المدينة الواقعة في جنوب العراق واشارت الخارجية الامريكية لان وزير الخارجية مايك بومبيو امر جميع الموظفين الامريكيين بمغادرة البصرة بعد تزايد التهديدات الايرانية لموظفي القنصرية الامريكية بالبصرة وفي اندونوسيا تسبب زلزال قوي بلغت قوته 7.5 درجات في دمار كبير بحسب المعهد الجيولوجي الامريكي واسفر الزلزال الذي ضرب مدينة بالو بجزيرة سولاويسي الاندونيسية عن سقوط اكثر من 350 قتيلا ومئات الجرحة وفق حصيلة اولية مرشحة للارتفاع اعلنتها المتحدثة باسم وكالة ادارة الكوالف نتابع قالت السلطات الاندونيسية ان المئات لقوا حتفهم جراء زلزال وامواج مد عاتية تسونامي على ساحل مدينة بالو بجزيرة سولاويسي يوم السبت اذ جرفت الامواج الضخمة اعدادا كبيرة من الضحايا كانوا على الشاطئ واستمرت الهزات الارتدادية القوية صباح السبت بعدما اشتاحت امواج وصل ارتفاعها الى 6 امطار المدينة السياحية نتيجة الزلزال الذي بلغت شدته 7.5 درجة ووصف مسؤولون الدمار بانه شامل بعد انهيار الاف المنازل والمستشفيات والمراكز التجارية والفنادق وتسبب الزلزال وامواج المد في انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات في بالو وتواجه السلطات صعوبات في تنصيق جهود الانقاذ وظل مطار المدينة مغلقا بعدما ضمر الزلزال المدرجة وبرج التحكم لكن مسؤولين قالوا انهم يستعدون لاعادة فتح المطار للسماح بوصول المساعدات وكان المئات يستعدون لمهرجان على الشاطئ كان من المفترض ان ينطلق مساء الجمعة واصدرت السلطة تحذيرا من حدوث تسونامي بعد وقوع الزلزال لكنها رفعته بعد 34 دقيقة ووجهت انتقادات حادة لوكالة الارصاد الجوية لعدم تحذيرها المواطنين من امواج تسونامي لكن المسؤولين قالوا ان الامواج اشتاحت المنطقة في غضون اصدار التحذير وضرب زلزال اقل شدة منطقة فالو في وقت مبكر يوم الجمعة مما ادى الى تدمير بعض المنازل واسفر عن مقتل شخص واصابة اخرين في بلدة دونغالا القريبة من مركز الزلزال وتقوى اندونيسيا في منطقة حزام النار في المحيط الهادي حيث تكثر الزلازل ابدت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة قلقها لتقارير الامم المتحدة عن الفضائع التي ارتكبت ضد الروهينغا في ميانمار المجاورة والتي تعتبر بمثابة ابادة جماعية وجراء ما ضد الانسانية وفي كلمتها امام الجمعية العامة بنيورك اكدت ان بلادها تعمل مع سلطات ميانمار لاجاد حل سلمي لازمة الروهينغا مشيرة الى انه تم التوصل الى ثلاثة ترتيبات ثنائية لاعادة الروهينغا الى ميانمار قابلتها سلطات ميانمار بالرفض واوضحت رئيسة وزراء بنجلاديش ان اكثر من مليون روهينغي تستضيفهم بلادها يعيشون في وضع مأساوي داعية المنظمات الدولية للانضمام الى بنجلاديش في هذه المبادرة والمساعدة في نقل لاجئين روهينغا الى بلدهم الاصلي اكد الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو مجددا انه لن يفوت فرصة لقاء نظيره الامريكي دونالد ترامب اذ كان ذلك سيؤدي لتسوية الخلافات بين البلدين واعلن مادورو في خطاب له من على منبر الامم المتحدة في نيويورك استعداده للقاء الرئيس الامريكي دونالد ترامب وضف ان بلاده منفتحة على الحوار مع واشنطن على الرغم من الاختلافات العميقة بين البلدين وكان ترامب قد اكد خلال مؤتمر صحفي سابق ان كل الخيارات مطروحة على الطاولة بشأن فنزولا املا بتحقيق تقدم نجابي في العلاقة بين البلدين وفي اخبارنا السياسية نبقى فيها قبل الرياضة في برشلونة بالتحديد خرج الالاف من المواطنين من المدن الكتالونية مظاهرات تندد بقرار المحكمة الدستورية الاسبانية الذي منع اجراء استفتاء الاستقلال عن كتالونية وتجمع اكبر حجد في مدينة برشلونة حيث رفع المتظاهرون شعارات تندد بقرار الحكومة الاسبانية مطالبين باعادة تصويت الاستقلال وتأتي هذه المظاهرات بعد ان الغت الحكومة المحلية الاستفتاء الذي كانت قد اعلنت عنه قبل اسبوع تطبيقا لقرار المحكمة الدستورية في مدريد وكان زعيم كتالونيا ارتورو ماس وقع مرسوما جديدا لاجراء الاستفتاء في التاسع من نوفمبر المقبل على الاستقلال عن اسبانيا وفي اليابان ادى اعصار قوي ضرب جزيرة اوكيناوا في الجنوب الغربي الى اصابة 17 شخصا ومن المتوقع ان يتسبب باضرار اكبر مع مواصلة طريقه عبر الارخبيل حتى يوم الاثنين المقبل وافادت السلطات المحلية انه من المتوقع ان يصل الاعصار تارامي الذي ترافقه رياح تصل سرعتها الى مئتين وستة عشرة كيلو متر في الساعة الى جزيرة هونسو غدا متسببا بامطار غزيرة في العديد من المناطق وعرضت شبكات التلفزيون المحلية مشاهد لما خلفه الاعصار من امواج عاتية وامطار غزيرة تسببت في دمار للبنى التحتية ويعتبر الاعصار من الرابع والعشرين الذي يضرب اسيا منذ بداية 2018 وننتقل الى عالم الملاكمة حيث تمكن الانجليزي كالوم سميث امس من تحقيق كأس السوبر العالمي على كأس محمد علي للملاكمة لفئة الوزن المتوسط بعد تغلبه على البريطاني جورج جروف نتابع اختتمت ليلة البارحة نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي لفئة الوزن المتوسط الذي وقيمت بالصالة المغطى بجدة حيث لاقى النهاية حضورا كثيف من الجمهور السعودي الذي رحب بهذا السوبر بكونه يعتبر الاول من نوعه بالمملكة من شاء الله من قوة المنافسة واول مرة هذه تحصل عندنا فخلتنا دافعنا نجي وشوفها خلتنا نجي بعدلين هنا حتى ما تعنينا من شاء الله حتى الترتيب والدخول وكل شيء شيء جميل ان المملكة بدأت تركز على الرياضات القتالية خاصة الملاكمة والرياضات الاخرى وهذا تعتبر حدث تاريخي كاول مواجهة في الملاكمة في المملكة هذا شيء جميل بالعكس يشجع الشباب بانهم يندرجوا في الرياضات هذه اليوم والله المناسبة هذه جميلة بطولة كاسم محمد اكلاي صراحة حدث عالمي تواجد في السعودية هنا وتواجدها في جدة بالذات ويعني نشجع مثل وجود هذه البطولات في السعودية اللي حنا نتمنى نشوفها وره ونشوفها في بلدنا وهذا الشيء صراحة نفتخر فيه ونشكر معنا المستشارة تركال الشيء الجدير بالذكر فإن البريطاني كارلون سميث حقق فوزا كبيرا على نظيره جورج جروفس بعدما تغلب عليه بالمواجهة الأخيرة على كأس السوبر عبدالله بن شهران جدة مشاهدين ختام نشرتنا وهذا تذكير بأهم العنوين خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان الرئيس الاندونسي في ضحايا زلزال والسنامي الذي ضرب مدينة بالو المملكة تؤكد في كلمتها أمام الأمم المتحدة أنها تقف على إرث عظيم من الثوابت التي ترتكز عليها سياستها الخارجية أصدق قيادات الحوثية في مواجهة مع الجيش اليمني في محافظتي الحديدة ومال انتهت نشرتنا الرئيسية شكرا لكم على كرم المتابعة وادعوكم أنا عمر النشوان وأنا وآم الدخيل في أمان الله موسيقى